موسيقى 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 باختصار نحب نواجه لأيات الشباب والرياضة والاتحاد الكورة أن يهتموا بالقطاع النشئين في ليبيا ويكثفوا الدورات للمدربين ويضعوا ألية للأكاديميات خاصة في السنة 2010 في حجب الملعب والاتحادات الفرعية ونطلب الهات الشباب والرياضة قد مدعم للأندية من عند من بركة من هنا وبركة الله فيكم موسيقى 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 وموسيقى وضب بالتصوك كانت تكت barre مرافق طبي دكتور تاغذيا مدرس انجليزي عندنا معدات عندنا إداريين يعني جيدين وحاطين ألية طويلة يعني تثقيف الرياضي مش موارعة قولة قدم يعني في أمور أخرى خاصة في التعليم وفي الصحة هذين أهم حاجة عندنا كمدربين مدربين معي وبركة الله فيكم ونطلب من المتحاب الكرة والشاب الرياضي قد مدعم للأنديا خاصة للأكاديميات اللي في الأنديا الخاصة اللي ممكنش يعني تجار رجال أعمال يعني حكميات يكونها خاصة يتبع للأنديا نطلب منهم يحطوا لجنة فنية قيادة محمود الشارب في فرحات سالم ويمشوا يعني يدوروا في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب ويحطوا ألية يعني حتى من ناحية الدعم يعني حتى ألية معينة يعني نحنا ما عمش فهمنا يعني هذه الكورة مش واضح يعني حتى في القطاع السنية نحنا شايفين الدور الليبي مش مفهوم لان ما فيش رؤية واضحة سواء ممتاز ولا 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 ثانية وما فيش حاجة واضحة حتى في فيئة السنية ما عندمش يعني حاجة ما عندمش رزنامة في شيء لاتحاد الكورة وبرك الله فيكم مرحبا بكم في نادي الصداقة وهذه أكاديميتكم ما ما فيش مشكلة برك الله بكم شكرا شكرا